يبدو أن عام 2024 سيرسم صورة جديدة للقارة الأرضية فنصف سكان العالم على موعد خلال العام الجديد مع العديد من الاستحقاقات الانتخابية في أكثر من 70 دولة سواء رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية وستحدد هذه الانتخابات مصير العالم السياسي والاقتصادي وأيضا العسكري خلال المرحلة القادمة فستشهد دول عظمى معارك انتخابية حاسمة في عام 2024 وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والصين وباكستان وطيوان بينما ستجري سبع دول من أمريكا اللاتينية استحقاقات انتخابية ستحدد مصير القارة وتأتي أهمية نتائج هذه الانتخابات كونها ستلعب دورا برزا في القضايا السخينة والملتهبة حول العالم مؤثرة على مسار الحرب الأوكرانية وعلى تطورات الأوضاع في فلسطين والتوترات التي تشهدها طيوان والأزمات الاقتصادية والمناخية التي يعاني منها العالم مؤخرا وفي الخامس من نوفمبر من العام الجاري ستجرى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يتوجه المواطنون الأمريكيون ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السابع الذي سيدير البيت الأبيض لمدة أربع سنوات بدءا من يناير من عام 2025 وبعد ولاية استمرت أربع سنوات ثمت شكوك كثيرة حول قدرة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات والتي سيوجه فيها على الأغلب الرئيس السابق دونالد ترامب في حالة تخطيه عددا من المشاكل القانونية مع القضاء الأمريكي وفي السابع عشر من مارس المقبل سيتوجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم في منافسة تبدو نتائجها محسومة منذ اليوم الأول رئيس فلاديمير بوتين والذي يحظى بدعم واسع النطاق بعدما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة ومع اقتراب دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث يتسلل الحديث حول الانتخابات إلى النقاش العام الأوكراني والدولي مع زيادة ضغوط الدول الغربية على الحكومة الأوكرانية لإجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسية خلال عام الفين واربعة وعشرين كما تتوجه الأنظار إلى بريطانيا في الأشهر المقبلة مع اقتراب إجراء الانتخابات العامة حيث يسعى حزب العمال برئاسة كيرسترمر لحجر الناخبين لإزاحة حزب المحافظين برئاسة ريشي سوناك عن السلطة الهند هي الأخرى ستشهد انتخابات برلمانية في شهر مايو المقبل ويأمل حزب الشعب الذي يحكم البلاد منذ عام الفين واربعة عشر ويتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناردنار مودي والذي يأمل الفوز بأكثرية مريحة تمكنه من البقاء في سدة الحكم لولاية جديدة وفي الثالث عشر من يناير الجاري ستشهد طيوان انتخابات رئاسية سيختار خلالها الناخبون بين مرشح الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطية التقدمي كوميتانج والشعب الطيواني وستكون نتائجها حاسمة بالنسبة للتوازن المستقبلي في مضيق طيوان وللعلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية أما في شهر يونيو المقبل سيتوجه أربعمائة مليون ناخب من سبع وعشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم السبعمائة وعشرين في البرلمان الأوروبي وستكشف نتائج هذه الانتخابات مدى تقدم اليمين المتشدد في المجتمعات الأوروبية وفي خضم الأحداث المتلاحقة وتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من المؤكد أن عام الفين واربعة وعشرين سيكون له الكلمة العليا على ما يبدو لحسم المصائر والمصارات ورسم صورة العلاقات الدولية وتحولات التي ستأتي بها نتائج صناديق الاقتراع ترجمة نانسي قنقر